اشتركوا في القناة استضافة الاستيستوني ريشي رئيس اللجنة التنظيمية للحفل لنتعرف على التفاصيل كون هالمباراة جديدة من النوعة وابتكرس الامركزية الإدارية الفنية هالمرة اللي بتشجع كل المناطق يكون عند مهرجاناتها وحفلاتها مش بس المدن الرئيسية كبيروت اهلا وسهلا فيك استيستوني اهلا فيك استيستوني يعني حضرتك مدير فرع زحلي بشركة سيكوريتي أسورانس للتأمين ورئيس منتخب للنادي عن سنين القدمة 2024-2025 وكانت رئيس اللجنة التنظيمية لمسابقة لنا تصور لبنان بداية هكيف انطلقت الفكرة؟ هي الفكرة بلشت من سبع تشهر البرزيدان جورج سومال اللي هو رئيس الحالي الجهله تحيية حاب يعمل شي يكون جديد ما انه فكرة ما تكون حدا عملها قبل وتعمل شي امباكت حقيقي لهذا المجتمع اللي نحنا عايشين فيه طلعت فكرة لنتصور لبنان نحنا رحنا اول شي حكينا مع الاستاذ جوش خباز اللي كان اول شي ابدأ تجاوب معنا ومشي معنا بالبروجيت وبلشنا من انطلقنا من هايدي الفكرة رحنا بشعارنا الاساسي اللي هو تبع الروتاري باللبنان imagine rotary هو هيدا شعار روتاري بالعالم imagine rotary فكرنا فيها لأينا ازا بنعمل شي نحنا بهيدا الوضع على صعيد لبنان يعني انطلقنا منه وبلشنا بشي اسمه imagine Lebanon ازايش اخد معكم فترة التحضير يعني بلشنا اخدت قربان سبع تشهر سبع تشهر ليش اخترتوا تكون المباراة بين مدارس تعرف اليوم متل ما هو عنوان هيدا الحفل كان لنتصور لبنان اليوم عندك جيل جديد طالع ازا انت بتقدر تأثر بهيدا الجيل بتغير بواقع كبير يمكن مش اليوم يمكن مش بكرة يمكن بعد عشر سنين هيدا التغيير نعم هني مستقبل لبنان هني المستقبل فانت بك تشتغل للمستقبل بدك تشتغل على هيدا الجيل بدك تطلع جيل مثقف صح جيل مثقف جيل عرفين شو بده جيل عم يحلم بلبنان اللي هو لبنان المستقبل لبنان الحدو فكيف اذا كنا عم نحكي عن فنون يعني هي صانعة سلام صح دايما بست ربي ولد على الفن بيطلع انسان متسامح محب صانع سلام الفن بيعمل سلام مروحي للانسان بشكل كتير عالي وهيدا نحنا من القصص اللي اشتغلنا عليه ما اخترته غنى ما اخترته عزف اخترته التمثيل صح شي فريد من نوعه كم مدرسة اخترته وكيف كانت مواهب هالتلميذ نحنا بلشنا اول شي حكينا مع مبدئيا كل المدارس اللي موجودة بمنطقتنا نعم كان البروجيت ابقلنا عشر مدارس رجعنا رحنا على 11 مدرسة هاودي المدارس كل واحدة قدمت عمل فني بمدته سبع دقايه كان نحنا ملتزمين بتوقيت انه سبع دقايه يعني سكاتش اي سكاتش وعلى اساسه مشينا نعم كان في مواهب خبرتني تحت الهواء هيك خبرني شوي شو لفتك بهالتلميذ انا ما كنت متخيل انه شوف التلميذ ما بحياتهم عاملين تمثيلية او عاملين شي بهايدي الموهب اللي شفتها قدامي التلميذ هاودي هاو التلميذ لازم كل العالم تحضرهم لازم العالم تهتم بهيدي المواهب لانه عنجد عندهم مستقبل برأيي رح يكون كبير باهر اذا حد اهتم فيهم نعم كان اذا عم بتقول في عندك 11 مدرسة يعني حضرته لا يصير فيه تحكيم من قبل استيش جورج خباز ورندك هذا حضرته 11 عمل ادي اخد معكم وقت اخد تقريبا اربع ساعات كان عنا بالمسرح 800 شخص قعدوا اربع ساعات على فرت سحبي فرت سحبي عم يحضروا العمل ما تركوا ولا ديئة والمسرح مليان المسرح كان مليان وصلنا لمطرح العالم ما بقى في مطرح تقعد فيه ناس لنهم منا قادرين يعني المسرح في القالم نقعد عالقارب بس بليز بنا نفوت نحضر لولا يعني ايفانت عن جد رائع وتشكروا عليه وبنتمنى يصير سنوي يعني هيك لتشجعوا تلميذ مدارس البقاء ويكون فيه تنوع كمان لغير مدارس لانه اخدتوا 11 بس هالمرة مركب يكون فيه 11 تانيين لغير ايفانت كيف قدرتوا تمولوا العمل لانه عندك اربع ساعات مسرح عندك اضاءة عندك بعدين صهرة من بعدها عندك جوايز تقدير نحن لنقدر نشتغل على عمل بهذا الحجم كان عملنا اول شي كان عنا على المسرح شاشة كبيرة عشرة بخمسة كان عنا ساوند سيستم معمول بطريقة كتير بروفشيشنل كنا مضطرين لنروع على التمويل دقاينا باب سبونسور كانوا كتير اسخية معنا وبس شايفوا الفكرة حبوا انه يتركوا هاتتتش بقلوب هايدي الولاد ويدعمونا لنقدر مصل لهايدي النتيجة كان عنا من السبونسورز شركة سالينكو اللي هي كانت دايمند سبونسور لصحابه محمد النجار سليمان كان عنا شركة تراست كومباس جولدن سبونسور كان عنا شركة البردوني للماي كمان جولدن سبونسور وكان عنا كمان سبونسورز مثل اركيتك نديم الريف عنا ما نشوف إستيس جورج خباز والبرزيدان جورج صوما اللي قدما نقول له نشكره على الجهد اللي عملوا بهيدا الىيونف بكون كتير قليلせて الله يبارك فيكم جميعاً. لمين هيك بتوجه كلمة شكر بقلة أستاذ جورس سومة؟ مين الناس الخفية اللي اشتغلت ومبينت على الهواء لأنه انتوا نعلتوا الحدث عبر تلفزيون زحلة؟ صح. هو دايماً بكل حدث في جنود مجهولين ما حدا بيعرفهم. هوا الأشخاص اللي دايماً ما بيبينوا للعالم. في عنا كان الأستاذ جوزاف المارون اللي هو كان مدير المسرح. هو كمان بينادي روتاريشتورة. عنا الدكتور أدهم حسن. كمان كان جندي مجهول مبين يعطي ألف عافية على الشغل اللي قدمه. الدكتورة جانال حايك. كمان تعبت كتير معنا. وفيه كان معنا نحن 22 طالب. دليجين من المدارس. كانوا عم بيساعدونا بالتنظيم. هاو دي 22 طالب. بني الوحيدين اللي ما قدروا يشوفوا جوش خباز. ما قدروا يتصوروا معو. واشتغلوا وتعبوا وقدموا لهيدا العمل شغل بكتير كتير بين رفع الرأسيون. برافو منهنيهم عن جاد. قديش هيك يعني اسلوب زكا انه تتعاونوا مع نجوم. متل نجوم بالتقديم. متل استاذ ماجد بهادير. استاذ جورج خباز. كمان سيدي رندا كعدة. هيدا شيء بيدفي للعمل اكتر مصدقية واكتر شهرة. صحيح. يعني بداية استاذ ماجد بهادير. شخص متميز اعلاميا. صحيح. ولكن بس تعرفنا عليه على الواقع. انسانيا كمان. متميز انسانيا بشكل عالي. تواضع. شخص بتحبه على التلفزيون وبتحبه على العالم. نور استاذ ماجد عن جد. دايما. نور يسوع على وجه حقيقة. الله يبارك فيه. عطى فاليو كتير عالي لهيدا الإيفانت. ونحنا كتير نتشكره انه وقف حدنا بهيدا الإيفانت. وانشاء الله بإيفانتات تانية كمان منكون سوا. الله راد. بالنسبة للستاذ جوش خباز. فنان متميز. مبدع. شو متت. حضوره رائع. انا حضرت بعض الفيديويات اللي انتشرت عالسوشيال ميديا. وباي ذوي بدي هنن اللي اشتغل معكن على السوشيال ميديا وعمل البروموشن وكل هالقصص. لانه حقيقة لفت النظر بشكل كتير قوي. فمشان هيك بدنا نقول يعطيهم ألف عافية جميعا. فهيك تعم بتخبرني عن استاذ جوش خباز. وحضرت له فيديويات على السوشيال ميديا. مرأ قصص بس بنكت يعني. صح. حتى مرأ قصص لما كان تلميز مدرسة. والكل هيك بتصور كان مبسوط بحضوره. وبالنهاية ختمها بشكل كتير حلو فاجأكن. لانه انتوا عاملين جوائز لياللي بيربحوا. اول تاني تالت. صح. بس هو اثار انه يكون الجايزة مقصومة على الجميع. هو بس خلص الحدث استاذ جوش خباز جمعنا. وقالنا انا الكيلر بحنين. حلو. قال له يا استاذ جوش نحنا مجهزين حالنا. ما بده ولا ولا دي فل زعلان. تصور. قال عندك تسعين تلميز تسعين متميز. هاو دي لازم التسعين يربح وما لازم حدا يطلع خصا. شو حلو. يعني اهون انك انت يطلعوا تمام مداري الزعلانين. ولا يطلع عندك ايها احلى. يطلع عندك تمام مداري الزعلانين في ثلاثة ربحانين مبسوطين. ولا يطلعوا الاحتعاش كلهم مبسوطين. وطلعوا كلهم ربحانين. انا كل المباراة اللي بتصير مع الاطفال والولاد والمراهقين بأيد هاي دلطريقة. لانه هاي بتعمله قادة حياته لبعدين. يمكن ما بيقعد يتشجع يدخل مباريات. يمكن بيصير يحبط قبل ما يقدم على خطوة جديدة. لذلك اللي عملتوه عن جد كان عين العقل وهكي بيطلع الكل راضي. بيكفي عمله هيدا المجهود. وحفظوا ادوارهم وقدوه على مسرح قدام عدد كبير من الجماهير يستحقوا التقدير عليه. وهذا اللي عملتوه حضرتكم. رجعتو بعد عملتو توزيع الجوائز بغير وقت بغير يوم. وعملتو شهادات تقدير اذا ممكن حضرتك تفضل خبرنا. اول شي لحتى خبرك نحن بالبروجيه كان عنا الهدف الاساسي ونحن بلغنا كل المدارس انه الروتاري منا معنية ابدا بموضوع العلامات والتحكيم. هي بس جورج خباز حصرا. نعم. يعني النتائج اللي بيطلع فيها استاذ جورج خباز هي النتائج. هو مسؤول عنها وهي اللي بتمشوا فيها. صحيح. طلع بالنتيجة انه الكل ربحه. اول شي اتجهنا باتجاه انه قصمنا الجايزة النقدية على المدارس كلها بالتساوي. نعم. واخدنا شوية hint من علامات استاذ جورج خباز انه في المدارس اتميزت في الاخراج. نعم. في مدارس اتميزت في الملابس. في مدارس اتميزت بانتاج العمل. أو بفكرة السكاتش. أو بفكرة السكاتش. عملنا شهادات اول شي تميز لكل التلميز على عملهم اللي عملوا. هاي شهادة تقدير. تقدير. نحنا عملناها شهادة تقدير وتمييز. وتمييز. وعملنا للمدارس اللي كان عنده تمييز عالي بناء على علامات استاذ جوش خباز. عملنا لون شهادة تمييز. كان بالاخراج ولا بالتمثيل ولا بالملابس. نعم. نهار السبت اللي قطاع كان نهارتو زيجة جويس. ان شاء الله عم بتفكروا بمشاريع قريبة. وان شاء الله بيصير هيدا الإفانت سنوي. نحنا هاي السنة كان شعارنا بالروتاري نادي نابط بالحياة. من هيدا الشعار نحنا انطلقنا انه دايما لازم نكون كل الوقت عم نفكر بشي. نقدر نعمل بوش لهيدا المجتمع. ونقدر نخليه نوصل نتيجة. نقدر نغير بهيدا الواقع اللي نحنا موجودين فيه. نعم. سيستوني انا بدأت شكرك. وانا من اللحلة طبعا بفتخر فيكن. هيك ان شاء الله بتضلوا منارة. بتضلوا عم بتشجعوا التلميذ متل ما قلنا لانه هني مستقبل لبنان. وتحية لأستجر الصومة. وكل فريق العمل اللي اشتغل معكن. تحية للمدارس اللي اشتركت كمان. وان شاء الله دايما منغطي نشاطاتكن. الى الامان. بس قبل ما. قول شي بتشكرك. وكنت حابب بس تشكر. جوئة عنقود اللي واكبتنا بهذا الحدث. قبلت النشيد الوطني اللبناني. بطريقة اطفال. بطريقة ملائكية. والاخوات حبيقة. اللي هني. صبيب دا عالفيولان. واحدة عالفلوت. واحدة عالبيانو. كمان عملوا عمل فني كتير حلو. بالإفنت طبعا. شكرا لألك. وتحية لألون. وعلى كل هالمجهود الرائع. عن جد بيطوا الوجه. وهيدي كانت ختام فقراتنا لليوم. من مريم تيفيه. برنامج. تابعونا من الثاني للسبت. يوميا من الساعة 10 لساعة 12. وبتقدروا تشوفوا الفقرة اللي عجبتكن. أو اللي ما قدرتوا تلحقوها على قناة يوتيوب مريم تيفي لبانون. الله معكم. اشتركوا في القناة